سيارة ابناء جبل النبي شعيب والثلث بمديرية بني مطر محافظة صنعاء اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية تحتوي القافلة على مواد غذائية وفرش وبطانيات وملابس ومواشي وأموال وغيرها من المواد للمرابطين في ساحة العزة والشرف واعتبر ابناء جبل النبي شعيب والثلث أن القافلة أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون رواحهم ودماءهم رخيصة من أجل الوطن والدفاع عنه في السياق ذاته أيضا نظم طباء وعمال مستشفى متنة بمديرية بني مطر وقفة احتجاجية تحت شعار أمريكا تقتل الشعب اليمني المشاركون في الوقف دعوا إلى إيقاف العدوان الغاشم الذي يستهدف المنشآت الصحية والخدمية في جميع محافظات الجمهورية مستنكرين ومنددين بصمت المجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان تجاه جرائم التي يرتكبها الأدوان في اليمن